اعرضوا لنا الفيديو رجاء يقول يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله في الخلق وينزل عنه في الخلق نعم لا يمكن ان يكون ماذا بمستوى خاتم الانبياء والمرسلين ماذا في الخلق لان ذاك لا يدانيه احد وانك لعلى خلق عظيم نعم وينزل عنه في الخلق نعم نعم هذا الدراط الكمال امامكم ولا اجد تعبيرا اخر انه ينقل احاديث المخالفين الكتاب الذي كان يقرأ فيه هو هذا الكتاب الذي بين يدي اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر لعبد الوهاب الشعراني من الصوفيين المتوفى سنة تسعمية وثلاثة وسبعين وهذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان اذا ما ذهبت بكم الى صفحة اربعمية واثنين وعشرين فان الشعراني الصاحب هذا الكتاب نقل الكلامة عن محي الدين بن عربي يبايعه المسلمون الحديث عن امام زماننا عن الحجة بن الحسن يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله في الخلق بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضمها اذ لا يكون احد مثل رسول الله هذا التعليل الذي ذكره اخذه من الكتاب نفسه اذ لا يكون احد مثل رسول الله في اخلاقه فماذا تقول عن القرآن وهو يتحدث عن امير المؤمنين من انه نفس رسول الله ما هذا الهراء يا كمال يا ايها الحيدري ما هذا الضراط يا كمال ما هو القرآن صريح في انعليا نفس رسول الله اهيئة المباهلة هل تنكرها يشبه رسول الله في الخلق بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضمها اذ لا يكون احد مثل رسول الله في اخلاقه والله تعالى يقول وانك لعلى خلق عظيم اي هراء هذا اي هراء هذا هذا هراء النواصب هذه الاحاديث المكذوبة على محمد وآل محمد نقل هذا الكلام من الفتحات المكية اتحدث عن الشعراني هذا هو المجلد السادس من الفتحات المكية كتاب الضلال والنصب انه قرآن العرفانيين قرآن الصوفية والعرفانيين العرفانيون يقرؤون في هذا الكتاب اكثر مما يقرؤون في حديث العترة وادعيتهم وزياراتهم هذا الكلام جاء مذكورا صفحة اربعين في الباب السادس والستين وثلاثمائة الكلام هو هو هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان وهذا المضمون موجود في الاحاديث في كتبه كمان الحيدري نقل عن هذه الكتب عن كتب النواصب هذه وجاءنا بهذا الحديث الذي يسيء فيه الى امام زماننا مع اصرار منه هكذا يقول نعم وينزل عنه في الخلق نعم نعم ما هذا الاسرار وما هذا الضلال وما هذا الضراط ووصف حديثك بالضراط لهو مديح عظيم حديثك نجس يا كمال حديثك قذارة يا كمال الذي يعتقد بهذا المنطق يعتقد بعقيدة نجسة قذرة هذه عقائد مراجع حوزة النجف وكربلاء سيد الشهداء في يوم عاشوراء يتحدث عن علي الأكبر فماذا يقول حين برز علي الأكبر إلى الميدان اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا الحسين الحسين هو الذي يقول وكنا وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه هذا علي الأكبر فهل هناك من مقايسة بين علي الأكبر وبين قائم آل محمد علي الأكبر هذا شأنه صلوات الله عليه وهذا التقييم ليس من علماء الرجال وهذا التقييم ليس من المؤرخي وليس من الشيعة هذا تقييم الحسين وفي يوم عاشورا اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه إذا كان الحديث عن علي الأكبر بهذا المنطق أنا أقرأ عليكم من كتابي مقتل الحسين للمقرم وأعتقد أنكم تعرفون هذه المعلومة لطالما سمعتموها من المتحدثين عن علي الأكبر إنه أشبه الناس بمحمد صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا وهذا الأخبر يقول من أن أخلاق صاحب الأمر هي لا تشبه أخلاق محمد صلى الله عليه وآله هو يشبه محمد صلى الله عليه وآله في الخلق لكنه لا يشبهه في الخلق أنتم ماذا تقولون رجاء أعيد فيديو كمال الحيدري يقول يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله في الخلق وينزل عنه في الخلق نعم لا يمكن أن يكون ماذا بمستوى خاتم الأنبياء والمرسلين ماذا في الخلق لأنه ذاك لا يدانيه أحد وإنك لعلى خلق عظيم نعم وينزل عنه في الخلق نعم نعم من طيب حالله حظكم حظ منهجكم حظ دينكم أمير المؤمنين ماذا يقول في حديث المعرفة بالنورانية هم يضعفون هذا الحديث وأنا لا أبالي بهم لا أبالي بهؤلاء المضاريط هؤلاء ينتقصون من إمام زماننا هؤلاء حينما أقول عنهم مضاريط هذا مديح عظيم لهم هؤلاء قمامة هؤلاء مزبلة هؤلاء قذارة ينتقصون من إمامكم أمير المؤمنين ماذا يقول أنا أقرأ عليكم من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي أمير المؤمنين هكذا يقول لأن 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 محمدا وآل محمد لأن لأن كلنا واحد أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرق بيننا هذا كلام أمير المؤمنين ما هو كلامي وهذا الخطاب خطاب أمير المؤمنين مع سلمان وأبي ذار حديث المعرفة بالنورانية لأن كلنا واحد أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرق بيننا ما هكذا نخاطبهم في زياراتهم من أن ني مؤمن بأولكم وآخركم بظاهركم وباطنكم بنفس الدرجة من الإيمان إنني مؤمن بأولكم وآخركم بنفس الدرجة من الإيمان بظاهركم وباطنكم بسركم وعلانيتكم بشاهدكم وغائبكم بنفس المستوى والقاعدة عندنا ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم هذا هو منطق البتريين وهذه قذارة المرجئة المقصرة ترجمة نانسي قنقر